أكد وزير الإسكان شريف شيربيني أن أهم أهدف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وجاء ذلك خلال إلقائه بينا في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة وأطف وزير الإسكان أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن جيل الرابع في 34 مدينة واستكمال العمل في بناء الوحدات السكنية وشدد الوزير على أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض